الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبت الطلبة والمتاعين لهذه القناة التعليمي حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم في هذا المقطع القصير وإن شاء الله يكون مفهوم لكم جميعا مثال على محددة المصفوفة كيف نحسب محددة المصفوفة أو Determinant أو A Matrix نبدأ على بركة الله لنفترض بأن الآن هذه المصفوفة A هذه القيام الآن خمسة سالب ثلاث سبعة واحد خمسة دين سبعة ثمانية خمسة وهكذا الآن حتى أقوم بحساب محددة المصفوفة بأهون الطرق أن سنسخ هذه المصفوفة مرتين يعني هذه مرة وفيه مرتين ثانيات هذه مرة وهذه مرة ونبدأ الآن أول خطوة أقوم بها أضع إشارة طبعا هي يعني الأمانة هناك عدة طرق لحل مصفوفة المحددة لكن أنا أختار أفضل الطرق التي أراها أنها مناسبة لي فالآن أضع إشارة الموجب هنا إشارة السالب هنا إشارة الموجب هنا بمعنى آخر أنني أبدأ بقيمة موجبة وأخذ إشارة هذه القيم اللي هنا بعين الاعتبار ثم الآن هذه موجب هنا سالب هنا موجب ثم هنا موجب سالب موجب مع الأخذ يعني إشارة كل عنصر بعين الاعتبار عندما نضربها بالموجب هنا فالآن التي هي محددة المصفوفة نقوم بميل الآن أول ما أبدأ بالنسخة الأولى من المصفوفة هنا الآن هذه القيمة خمسة هذه القيمة ضللتها حتى أركز عليها الآن نقوم بشط بالصف والعمود اللي تابع إله إذن الآن أختار أول قيمة مقابل قيمة الموجب الأولى هنا فأشضر الصف اللي تابع إله الخمسة والعمود اللي تابع إله الخمسة يبقى عند الخمسة ويبقى الآن عندي مصفوفة ثنائية الآن هي أصلا مصفوفة ثلاثة ثلاثة يعني ثلاثة ثبوب ثلاثة أعمدة الآن بعدما شطرت الصف والعمود مقابل خمسة هذه الآن يبقى عندي المصفوفة الثنائية 2 في 2 هذه 5 في 2 8 و 5 نقوم الآن بضرب 5 هذه بيحاصل محددة هذه المصفوفة اللي هي 5 في 5 سالب 8 في 2 إذن هذه القيمة هذه الخمسة هنا لاحظ لخمسة هنا طبعا أخذنا بعين اعتبار الآن موجب موجب 5 في الآن 5 في 5 هذه 5 في 5 سالب 8 في 2 اللي هو طبعا هذه 5 سالب 8 في 2 هنا نكمل الآن الآن نأتي عن المصفوفة الثانية هذه المصفوفة الثانية هنا لاحظوا لي هنا اللي هي يعني العنصر الثاني الصف الأول العنصر الثاني من الصف الأول في المصفوفة انتهينا من العمل هنا الآن نأتي هنا حتى كما ذكرت لكم بأهون الطرق فهذا الآن العنصر سالب ثلاثة نشطب الصف اللي تابع إلى الثلاثة والعبود اللي تابع إلى الثلاثة يبقى ماذا عندي المصفوف الثنائي 2 في 2 1 و 2 7 و 5 الآن نضرب سالب ثلاثة مع أخذ الإشارة بين اعتبار إذن سالب سالب الثلاثة فيه 1 في 5 سالب 7 في 2 1 في 5 سالب 7 في 2 وهي 1 في 5 سالب 7 في 2 وأخيرا الآن آخر عنصر من الصف الأول اللي هو سبعة بشطب الصف اللي تابع إلى السبعة والعمول اللي تابع إلى السبعة يبقى عندي المصفوف الثلاثة هذه 1 و 5 7 و 8 فالآن 7 إذن زائد هذه موجب هنا لأن إشارتها موجب تبقى موجب إذن زائد 7 في ماذا في حاصل محدد هذه المصفوف اللي هي 1 في 8 سالب 7 في 5 هذه اللي هي 1 في 8 سالب 7 في 5 بكون الجواب قبل النهاية هنا هذه قيمتها 45 هذه قيمتها سالب 27 هذه قيمتها سالب 189 إذن محددة المصفوفة هي سالب 191 أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة وحبات الطابع حيثما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر بإذن الله قريب